التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الشركة الصينية العاملة للهندسة المعمرية ساسك يرافقه كبار مسؤولي الشركة ذلك على همشي الزيارة التي يجريها إلى الصين وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي استعرض التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر خلال الأعوام الأخيرة بما وفر فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب لدخل مزيد من الاستثمرات في مصر وأشار رئيس السيسي إلى حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من هذا التطور من خلال تعزيز استثماراتها في مصر بما يعود بالفائد على البلدين ويضيف لرصيد العلاقات الثنائية بين مصر والصين وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول جهود تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين وكذا مقترحات التعاون الجديدة حيث ثمن رئيس السيسيك التطور الهائل الذي شهده قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر واهتمام الدولة بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجل